قرد القشة أو القرد القزن وحيوان لطيف للغاية يعتبر أصغر القرود في العالم بل من أصغر الحيوانات المستأنسة في العالم حيث يمكن حمله بسهولة في كف اليد والأكثر جمالاً ولطفة من ذلك أنه يستطيع تسلق أحد أصابع اليد بكل سلاسة مع ضرورة الإشارة إلى أن الإناث غالباً تكون أكبر حجماً من الذكور مرحباً بكم على قناتكم Arabic Geographic يمتلك قرد القشة ذيلاً أطول من جسمه فطول جسمه غالباً يتراوح حوالي 15 سنتيمتر فيما طول الذيل قد يصل حتى 20 سنتيمتر قرد القشة ليست لديه أظافر لكن بالمقابل هو يمتلك مخالباً حادة تساعده على الحركة بكل سهولة وتساعده كذلك على تسلق الأشجار فهو يقضي معظم حياته على الأشجار ولا ينزل للأرض إلا نادراً حيث أنه يجد الطعام هناك بكل سهولة فضلاً على أن الأشجار تسهل عليه عملية الهروب من الحيوانات المفترسة التي تهدد حياته والتي من أهمها الأفاعي والقطة البرية من جهة أخرى يكره قرد القشة الماء وهو لا يجيد السباحة قرد القشة هو حيوان نهري وهو يعيش بالخصوص في البرازيل وبيرو وكلومبيا وكذلك الإكوادور وتعتبر بيئته المفضلة هي الغابات المطيرة الاستوائية وأيضاً المناطق المنخفضة والسهول المليئة بالمياه فهو حيوان اجتماعي يفضل العيش في إطار مجموعات عائلية صغيرة تكون مكونة في الغارب من حوالي 6 أفراد إلى 15 فرداً وكل مجموعة يرأسها ذكر قائد أما بخصوص حياته الجنسية فإن قرد القشة يصل إلى مرحلة النج الجنسي عندما يبلغ عمر سنة إلى سنة ونصف وهو أحادي التزاوج أي بمعنى أنه يعاشر زوجة واحدة فقط والتي تستمر فترة حملها ما بين 119 إلى 140 يوماً إناث قرد القشة غالباً ما تنجب اثنين من الصغار يكونان توأمان غير متطابخان وهي نادراً ما تنجب واحداً أو ثلاثة كما أنها قد تنجب أكثر من مرة في السنة هذا ويقضي الصغار غالباً أول شهرين في حياتهم على ظهر الأب فيما تكون الأم هي المسؤولة عن التغذية والتنظيف حتى وصولهم مرحلة البلوغ وقدرتهم على الاعتماد على النفس والعجيب في مواليد قرد القشة أنها تكون جد مرتبطة بالأسرة فإذا تم فصلها عن أبويها فهي تصاب بالاكتئاب ثم تموت بعدها من جهة أخرى قرد القشة حيوان مرح جداً يحب الانطلاق والقفز بحرية في الهواء ويساعد في ذلك رشاقته وخفة وزنه كما أن من قدراته الخاصة والمتفردة القفز على نحو خمسة عشر قدماً في الهواء الطلق وأيضاً تدوير رأسه نحو مائة وثمانين درجة هو الأمر الذي يمكنه من مراقبة أعدائه قرد القشة معروف عنه أنه حيوان هادئ الطباع وذلك بالرغم من أنه أحياناً يصدر أصوات عالية جداً تشبه الصافرة لكنه في الحقيقة يصدر هذه الأصوات فقط عند شعوره بأن خطر ما يحيط به وبباقي المجموعة وهذا الصوت يكون بمثابة تحذير لباقي أعضاء المجموعة من الخطر القادم طعامه متنوع فهو يتغذى على الفاكهة وعلى الحشرات أيضاً وحتى السحال الصغيرة والضفادة حيث أن له أسلوباً فريداً من نوعه في اصطياد القرائس هذا وتعلم الصغار هذه الطريقة الفريدة في الصيد من خلال مشاهدة آبائهم ومن جهة أخرى يسمى قرد القشة بمصاص الدماء وذلك لأنه معروف بغرس أنيابه في الشجرة لأجل استخراج العصارة من الجذور وهذه العصارة مفيدة جداً لهم أما متوسط عمر قرد القشة القزب فهو يتراوح ما بين عشرة إلى إثنى عشر سنة في البرية فيما قد يصل عمره في الأسر إلى ستة عشر عاماً ختاماً نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد لقت استحسانكم وأنها كانت مفيدة لكم إذا كنتم قد استمتعتم بهذه الحلقة فلا تنسى الضغط على زر إعجاب وإذا كنت لازلت لم تشترك معنا في القناة اضغط على زر اشتراك حتى يصلك منا كل جديد دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر